من احنا لبكرة طول ما هو عايز الدواء ماذا الحياة شوفوا القرم بتاع الناس تطيبت الناس شوفوا الحظ بيتسرق عمارشة وشوفناش حقلب كده لاني بقول السبع عشرين الف جنيه وراح مكلمنا وقلنا حبعت له عشان تعرفوا ان كل شيء نصيب انا مؤمن بالحكاية دي بشكل كبير جدا جدا ان كل واحد بياخد نصيبه فعلا فبنوشكر الرجل الاعمال العزيز اللي هو رافض تماما يقول اسمه وبساعدنا بشكل كويس جدا جدا الحقيقي الاخبار النهاردة خبر مهم جدا قادت بيه وفيه حد كمان بعت لنا علبتين ومش عايز يقول اسمه طب بنشكره جدا 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 بس هو صديق عزيز وابن صديق عزيز رحل يعني هو المتبرع صديق عزيز وابن صديق عزيز جدا ليه والناس كتير جدا جدا رحل قريبا فبنشكره جدا 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 المحكمة الدستورية النهاردة المحكمة الدستورية العليا قادت بحكم مهم جدا المحكمة الدستورية العليا النهاردة قالت انه في مشكلة الزواج التاني بالنسبة للأقباط وقفت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قدست البابا ده كان الحكم اللي طالع من محكمة الإدارية العليا الحكم بإلزام قدست البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج التاني المحكمة الدستورية العالية تلقى الكلام ده ما ينفعشي واللي ينفع ان يبقى البابا شنودة هو صاحب القرار البابا شنودة هو صاحب القرار بأي شيء يخص الاخوة المسيحيين وده قرار يعني طبعا احنا مش مطلوب او مرفوض ان احنا نعلق على احكام القضاء لكن المحكمة الدستورية العالية اعتقد انها اصدارة حكم مهم جدا يعني حكم مهم جدا واحنا كنا نحب ان احنا نقشو بس ان شاء الله هنقشو الاسبوع الجاي بشكل موسع وعنستضيف ناس ونتكلم في هذا الحكم المهم الحكم التاريخي محكمة الدستورية العالية قدت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العالية اللي كانت بتقول الزام البابا شنودة بان سمح بالزواج التاني خلاص ما عادش فيه الزام على البابا شنودة بانه يسمح بالزواج التاني الا بما يراه هو مناسبا كبابا وكنيسة هم يشوفوا اللي هم عايزين ويعملوا اللي هم عايزين وعبا هم يشوفوا اللي هم عايزين